استشهد الجريح عبدالجبار الحمادي بعدما يقرب من شهرين من الإصابة والعمليات وغرف الإنعاش وبعدما يقرب من خمس سنوات من النضال والفداء والبطولة في مواقع الدفاع عن الدين والوطن في عدة جبهات عرفت الشهيد عبدالرحمن عبدالجبار الحمادي منذ بداية الحرب كان رجل شقاع مقدام لا يبالي بالعدو ولا بسلاحه ولا بعدته عرفته منذ البداية كنا أنه هو في البعرارة ثم انتقلنا إلى الشرقية ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الزنوك وكان الشهيد عبدالرحمن الحمادي من ضمن فريق المدفعية في الزنوك فعندما سمع عبدالرحمن الحمادي باستشهاد أبو بكر اليوسفي ونبيل العكوش لم يستطيع أن يتمالك نفسه وأخذ سلاحه وانطلق باتجاه العدو ليسحب القثث فتصيبه طلقت قناس غادر في رأسه كانت قناة سهير قد غطت معاناة الجريح الحمادي قبل أيام من استشهاده وأبرزت معاناة هذا البطل الذي حاول أن ينقذ زملائه بعد تقدمهم وإصابتهم في مواقع الأعداء وحملت تقرير لجنة الجرحى وقيادة اللواء 22 ميكا مسؤولية صحة الجريح التي كانت تتداهور كل يوم أهل الجريح ومندوبين الجبهة وكلهم يصرون على السفر أرسلنا الإمستشاري الأستاذ دكتور اسماعيل العسلي وقلس أيضا مع الدكتور عامر الذي عمل العملية وأقروا أنه لا يلزم هذا الجريح سفر لأنه العملية طلقة في الرأس وهو يحتاج فقط إلى متابعة الطبيب المختص لا يمكن سفره مطلقا لأنه لن يستفيد من السفر إطلاقا مرة أخرى أنا طبعا عملت له ثلاث زيارات خلال قلوسه في المستشفى أرسلت الطبيب الآخر أيضا الدكتور عبد الباصد سلام من السشاري الجراحة العامة فأطلع عليه وأيضا أفاد نفس التقرير أرسلت بالأخير الدكتور ربيع العزاني أيضا من السشاري المخ والعصاب وكلهم يقرون بأن هذا الجريح لا داعي لسفره مطلقا لأنه لا المسألة أن هذا الجريح يحتاج فقط عنده مضاعفة طلقة في الرأس يعني لا يحتاج إلى إجراء طبي آخر غير هذا الذي أجريه معه هذا ما تم وأعتقد أنه لم يتم أي تقصير من قبل لجنة مطلقا بل كنا على اتصال دائم مع المندوبين ومع الدكاترة الاستشاريين لاحق بزملائه الشهداء بطلا صنديدا ومضحيا من أجل دينه ووطنه وستظل الأجيال القادمة تذكر هؤلاء الذين وقفوا في وجه أعداء تعز وقالوا لن تحكمنا الميليشيات